مرحبا بكم في نص جديد النص الوظيفي الثاني بعنوان زيارة مشهودة إذن أحدد مكان تواجد هذه الأسرة إذن كما يظهر في هذه الأسرة تتواجد بداخل جامع القروين المتواجد بمدينة فاس أكمل العنوان بعبارة مناسبة وأتوقع مضمون النص إذن ممكن أن نكمل هكذا زيارة مشهودة لمدينة عريقة أو زيارة مشهودة إلى مدينة فاس أما فيما يخص توقع مضمون النص فنتوقع أن النص يتحدث عن زيارة قامت بها هذه الأسرة إلى مدينة فاس للوقوف على المعالم التاريخية والمآثر الحضارية المتواجدة بهذه المدينة وزيارتها والتعرف على مواصفاتها وما تتميز به إذن سنبدأ بإنجاز أنشطة النص أنمي معجمي أقرأ الجمل وأصل الكلمة البارزة فيها بمعناها المناسب إذن الجملة الأولى لدينا كان الجامع قبلة يقصدها طلاب العلم إذن قبلة يقصدها بمعنى كان الجامع وجهة يقصدها طلاب العلم ثم تاريخ المدينة حافل بالأمجاد إذن حافل بالأمجاد أي غني بالأمجاد الجملة الأخيرة ارتبط اسم فاسة باسم جامعة عريقة إذن عريقة هنا بمعنى قديمة جامعة عريقة أي جامعة قديمة السؤال الثاني أكمل عائلة كلمة جامع إذن جامع ممكن أن نقول جامع جمع أو مجموع أو جماعة أو اجتمع اجتماع جمع مجتمع إلى غير ذلك من الكلمات التي هي من أسرة كلمة جامع أي تتضمن الحروف الأصلية لهذه الكلمة الجيم والميم والعين إذن النشاط الثالث أحدد معنى الكلمات الآتية من خلال النص إذن في النص وردت كلمة جاد جاد علينا الرجل بمعلومات كثيرة أي أكرمنا بمعلومات كثيرة أو لتكرم علينا بمعلومات كثيرة أو منحنا معلومات كثيرة ثم تحف إذن تحف أيضا وردت في النص وهي بمعنى تحيط أيضا العلاقة المتينة أي العلاقة القوية أو العلاقة الصلبة إلى غير ذلك ننتقل إلى فقرة الفهم إذن السؤال الرابع أطرح سؤالا حول مضمون النص إذن السؤال حول مضمون النص أي عن ماذا يتحدث النص إذن ممكن أن نطرح هذا السؤال ما هي المآثر التاريخية التي تعرفت عليها مريم خلال هذه الزيارة إذن هذا السؤال متعلق بمضمون النص يمكن أن نطرح ما هي المآثر التاريخية التي تعرفت عليها مريم خلال هذه الزيارة ثم السؤال الخامس أذكر بعض الصفات المعمارية لجامع القرويين إذن حسب النص بعض الصفات المعمارية لجامع القرويين هي الألوان المختلفة والزخارف والمياه المتدفقة والأعمدة والأروقة الممتدة على طول البصر والقباب المزينة بالنقوش والأقواس ذات الطابع الأندلسي إذن هذه الصفات المعمارية التي وردت في النص حول جامع القرويين قلنا الألوان المختلفة والزخارف والمياه المتدفقة والأعمدة والأروقة الممتدة على طول البصر والقباب المزينة بالنقوش والأقواس ذات الطابعي الأندلسي وهذا ورد في الفقرة الرابعة إذن الفقرة الرابعة وأنت تنتقل من صحن إلى صحن في هذا المسجد العتيق أي المقصود هذا المسجد العتيق المقصود به هو جامع القرويين يغمرك الهدوء العميق وتروقك الألوان وتحفك الزخارف والمياه المتدفقة وأعمدة المسجد وأروقته الممتدة على طول البصر والقباب المزينة بالنقوش والأقواس الشاهدة على العلاقة المتينة التي جمعت المغرب بالأندلس إذن هذه هي المواصفات المعمارية لجامع القرويين إذن أختار من المقترحات الآتية ما يفسر سبب تعرف البنت عراقة مدينة فاس إذن المقترح تشعر فاس زائريها بالهدوء والطمأنينة إذن هذا مقترح صائب وكما رأينا فهنا نجد يغمرك الهدوء العميق وأنت تنتقل من صحن إلى آخر في هذا المسجد إذن الهدوء والطمأنينة ثم توجد بفاس زقة ضيقة إذن هذا لا يدل على سبب تعرف البنت عراقة مدينة فاس إذن خاطئ ثم لقاء مريم بالرجل العجوز إذن لقاؤها بالرجل العجوز وما جاد عليها به من معلومات فهو سبب من أسباب تعرف البنت عراقة مدينة فاس حيث تحدثها عن أهم المآثر التاريخية والعمرانية بهاته المدينة وما تتميز به إذن أنتقل إلى أحلل أذكر أدوار جامع القرويين إذن أدوار جامع القرويين يمكن أن نذكرها كما يلي إضافة إلى ما جاء في النص فجامع القرويين هو منبع للحياة الثقافية وقبلة يقصدها طلاب العلم من كل مكان وهو أيضا معلمة تاريخية تعد وجهة سياحية للكثير من الزوار والسياح إذن جامع القرويين له أدوار ثقافية وعلمية وأيضا له أدوار سياحية إذن هو منبع للحياة الثقافية وقبلة يقصدها طلاب العلم من كل مكان وهو أيضا معلمة تاريخية تعد وجهة سياحية للكثير من السياح والزوار السؤال الثامن أقرأ كل فقرة كل فقرة من فقرات النص وأحدد فكرتها الأساسية إذن النص يتكون من خمس فقرات هذه الفقرات سنحدد فكرة أساسة لكل فقرة منها إذن الفقرة الأولى لدينا استعداد أفراد الأسرة للتوجه نحو مدينة فاس بشوق وحماس هذه فكرة عامة للفقرة الأولى ثم الفقرة الثانية الوصول إلى فاس والتعرف على عراقة وأصالة هذه المدينة الفقرة الثالثة إعجاب الطفلة بجامع القرويين واللقاء برجل قدم لهم معلومات قيمة حول هذه المعلمة الفقرة الرابعة القيام بجولة داخل المسجد والإعجاب بمظاهر العمارة الموجودة فيه والفقرة الخامسة والأخيرة نهاية الزيارة المشهودة وإحساس الطفلة بالفخر والاعتزاز بحضارة بلادها إذن هذه هي الأفكار الأساسة لفقرات هذا النص التمرين أو السؤال التاسع أحول الفقرة الرابعة إلى خطاطة بكتابة كلمة تصف بعض مكونات جامع القرويين إذن جامع القرويين كما ورد في الفقرة الرابعة فيه زخارف إذن الزخارف كيف هي عبارة عن فسيفساء غاية في الروع إذن هكذا سنصف الزخارف ثم الأروقة الأروقة ممتدة على طول البصر وأخيرا القباب القباب مزينة بالنقوش إذن هكذا سنصف الزخارف والأروقة والقباب المتواجدة بهذا المسجد السؤال العاشر ألخص النص باستثمار أفكاره الأساسي إذن الأفكار الأساسية التي حددنا سابقا سننطلق منها وسنكون ملخصا لهذا النص إذن هذا النص يمكن أن نلخصه على هذا الشكل إذن زيارة مريم رفقة أسرتها لمدينة فاس والتعرف على أهم المعالم التاريخية بهذه المدينة العريقة حيث خصصت الطفلة حيزا مهما للحديث عن جامع القرويين وصفاته المعمارية والأدوار المتنوعة التي يدطلع بها هذا المسجد العتيق إذن هكذا يمكن أن نلخص هذا النص السؤال الحادي عشر أختار من النص عبارة أو فكرة أعجبتني وأشرح سبب ذلك إذن هذا يمكن للمتعلم أن يختار عبارة أو جملة أعجبته ويبين سبب إعجابه بها إذن إلى هنا ينتهي هذا النص نلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر